السلام عليكم من زي الحال معكم دكتورة سارة أنا والله في الحقيقة جايب هعلق على عدد من الموضوعات من إحداث الجارية في السودان ولكن أسمح لي أبتدي بأنه أترحم على شهيد الأمة وابن هذا الولد الوطن المخلص الصادق الشهيد النقيب محمد صديق الله يرحم ويجعل من الشهداء وصديقين ويسكن علمين الزلد بالمناسبة يعني إنسان عنده شرف وأنا لما أقول شرف ده الشرف ده حاجة بيقى نادرة وغالية الزمن الشي نحن شايفينه حولنا ده الشرف ده بيقى حاجة نادرة وغالية وما عنده الناس كلهم ومن الصعب من الصعب إنه الواحد يوصف بكلمة إنه عنده شرف هذا الرجل أثبت مرارا وتكرارا بسلوكه وبيعمله إنه الوطن ده بالنسبة ليه أغلى حاجة أنا لما أقول سلوكه السلوك هو أصدق وأكثر تعبيرا عن أي كلام ممكن يقوله شخص عمائلك تتحدث عنك كتب كتب ولكن كلام كلام ده ما بيوريني أي حاجة ده لا يدل على أي حاجة هذا الرجل ضحى بمنصبه كضابط في الجيش ورتبته وتم التنكيل به واتهامه بالخيانة العزمة وودوا الدروة والجابه من ما بعرف وين عملوا فيه عمائل لأنه ويقف مع الثورة السودانية ومع هذا الروطن لأنه قال كلمة الحق في زمن كلمة الحق فيه غالية وتمن غالي بتدفعك بتدفعك من عمرك ومن أي حاجة أنت عزيز عليك قال وما يهتم باللي حصل بعد ذاك اختفى فترة من الساحة لأنه إحنا معرفين ذاته حاصل عليه وشنو كان لكن ظهر متين ظهر لما الوطن احتاج ليه لما الوطن احتاج ليه وحصل حصل على البلد دي آه جاء بالرغم من كل الحصل اللي هو بالرغم من كل العمل وفيه والجيش دا ساته يا راجع قال أنا أنا عاوز أدي خبرتي ومعرفتي العسكرية وروشي للبلد دي وضل حصل استشهد أدى روشه فجلا لهذه البلد دا المثال بتاع الرجال اللي نحن عاوزين هذا الجيل ينظر ليهم آه ويعرف معنى شرف ومعنى نزاهة ومعنى حب وطن ومعنى وطنية ومعنى إخلاص ومعنى كل المعاني والقيم اللي نحن عاوزينها تكون موجودة في الوقت دا لأنها دي لو وجدت نحن كنا خلصنا كنا خلصنا من اللي نحن فيه دا لكن للأسف لأنها أصبحت قيم نادرة نحن دي الوقت لحد دي أسع بنصوت في الصواط نحن بنصوت فيه الله يرحمك يا شهيد يا وطني نقيق محمد صديق الفئة التانية أو الشخص التاني أو المجموعة التانية اللي أنا عاوز أديها كل الإحترام والحب والتقدير هي كان ذاكا تفاشر رفحت راسنا أنت أعظم من أعظم النساء لأنكم بتاخدوا في حق كل النساء السودانيات اللي تم التنكيل بيهم عن طريق هؤلاء الجنجويد المرأة في غرب السودان المرأة في وسط السودان المرأة في الجزيرة المرأة في الخرطوم المرأة في أي مكان في السودان تم التنكيل بيها عن طريق هؤلاء الجنجويد أنتوا يا كان ذاكاة الفاشر بتاخدوا لهم في تارهم وفي حقهم لكم كل الاحترام والحب والتقدير وترفع لكم القبعات طيب ندخل في موضوع الفيديو يا جماعة أنا يعني حعمل حقول الكلام ده وأنا عاوز الناس تفهم كويس جدا جدا إنه أنا موقفي تجاه الجيش السوداني لم يتغير ولم يتزحزح وما حي يتغير مهما حصل لقناعة عن مبدأ المبدأ المبدأ هو إنه هذا الجيش هو مفروض يكون حماية هذه البلد ونحن في هذه اللحظة الجيش هو اللي مفروض أو هو يعني يؤدي إلى تماسك كيان هذه البلد الإسمة السوداني من غير جيش نحن انتهينا لقناعة محاة زحزح منها بغض النظر عن موقف العسكري بغض النظر عن الحاصل فيه شنو داخله بغض النظر عن أي حاجة الجيش كمؤسسة عسكرية هي دلوقتي أملنا في الخلاص طيب نقولنا الكلام نتهينا منه نمشينا جدا في فيو سابقا نتكلمت عن العلاقات بين البشر مهما كان شكل العلاقة في ثلاثة حاجات أساسية إذا لم تتوفر في العلاقة هذه العلاقة تعتبر علاقة مضطربة علاقة غير صحية والعلاقات الصحية أو العلاقات الغير صحية بتؤدي إلى مشاكل وسنوكيات بغض تؤدي إلى فشل في هذه العلاقة أو تؤدي إلى إضرار بالطرفين والثلاثة أساسيات هي الثقة الأمان والإحترام إذا اضطرب أو اختفى أي واحد من هذه الثلاثة أساسيات العلاقة مضطربة طيب أنا دلوقت دار أتكلم عن علاقتنا نحن كشعب سوداني بالجيش السودان هذا العلاقة الارتباط بين الشعب السوداني والجيش السوداني هل هناك ثقة وأمان واحترام طيب خلونا نشوف موضوع الثقة أول حاجة إنت عشان يكون عندك ثقة في الطرف الآخر خلينا نشوف علاقة بين نفرين عشان نبسط الموضوع علاقة بين نفرين أصحاب lovers شركاء حياة أي نوع من العلاقة حتى علاقة بتاعة أبو وأموم وكذا الثقة بتجي من وين أنا كيف أكون في ثقة في هذه العلاقة الثقة بتجي من حاجة اسمها consistency اتساق اتساق الاتساق ده بالمناسبة في حد ذاته لا يدل على إنه العلاقة يعني أو الاتساق ده حاجة ممكن زول يكون متسق وسيء سيء في اتساقه يعني أنا كل مرة أتوقع منه حاجة سيئة تحصل لي ده زول متسق كل مرة هيعمل حاجة غلط كل مرة هيضربني كل مرة هيهيني كل مرة هيغشني كل مرة الحاجة بيعمل هذه ما سبح ولكن هو متسق هو بيعمل كل مرة ما بيخيب ظني ما بيخيب ظني فيه توقع منه هو إنه حيضرني ده نوع من الاتساق الاتساق الآخر هو إنه الزول ده زول متسق في صفات الكويس هيعمل ليه حاجة كويسة بلج منه نصيحة كويسة بلج منه حب بلج منه وقوف معاي في المواقف الصعبة بلج منه دعم وهكذا إذا هذا الشخص كل مرة أنا أحتاج ليه بلجاه ما بيخيب ظني ده شخص متسق يبقى الاتساق واحدة من أساسيات الثقة إيه ما أكون واثقة إنه الزول ده هيئزيني أو واثقة إنه حيضر لي حيجف معاي وحيكون ساكورت وأنا مفروض أديه ثقتي في إنه حيامل حاجة الصحة طيب بمعنى الاتساق ده في جزء كوي اتساق سيء أو اتساق كويس نازم يكون في عامل ثاني برضو لموضوع الثقة دي أنا أنا ما عوز أثق في زول سيء أنا عوز أثق في زول كويس الحاجة الثانية دي هي قيمة النزاهة 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 دي من نسبة قيمة شاملة لكثير من القيم الصغيرة صغيرة صغيرة كده تحت زول النزيه الزول النزيه ده زول أمين زول صادق زول مخلص ها زول بيحاسب نفسه قبل ما يحاسب الآخرين ده يسمو زول النزيه عشان تعرفوا كلمة النزاهة دي كلمة بناسبة كبيرة لما تتصف شخص بينه شخص نزيه دي حاجة نادرة لأنه بيجمع كل هذه القيم الكويسة ها تحت موضوع النزاهة ده يبقى الشخص اللي أهل الاستقاة والعلاقة اللي بين دي فيها مبدأ الثقة موجود وأساس الثقة موجود هو شخص متسق في تصرفاته أنا ما بخيب ظنيه أو ما الحاجة اللي بتوقع منه بعمله كل مرة هو زول نزيل يلا خلونا نرجع للجيش علاقة الشعب السوداني بالجيش هل هي فيها ثقة طيب من ناحية اتساق نعم لا لا في حاجات كثيرة جدا جدا بيعمل فيها الجيش ده ومنسوب الجيش نحنا ما بنفهمها ما ما واضحة بالنسبة لنا ها ويعني ما مشروحة لأنه انت عشان تكون متسق مفروض أول حاجة نشوف أعمالك أعمالك تتحدث عنك مشكلة مشكلة يعني لو طلع اللهم الجيش قال والله نحن انتصرنا والله نحن عملنا والله نحن ما دي لا نستطيع تصديقه بقدر ما نحن نصدي أعمالك الأعمال التي تقوم بها الآن الجيش متقدم عسكريا دي ما فيها نقاش في مناطق كثيرة الجيش سيطر عليها وعلى بعد خطوات من السيطرة على مناطق أخرى مهمة وإن شاء الله الله يوفقهم ويمشوا لجدان ولكن في حاجات بتحصل ما مفهوم ودي أي حاجة بتدعو للتساؤل والشك دي معنات أنت فقدت اتساق أنت ما زال متسق لأن أنت لو متسق وماش كاسح ونحن عارفين القادر السيح في اللحظة دي أنه أنت تهزم هذه الماليشيا تهزيمة تماماً مش تهزيمة هزار تهزيمة تماماً تقضي عليهم تاني ما في واحد الفراس يقول أنا دعمي سريع ولا ماليشيا قادرين ليه ما بيحصل ليه لسه هذه الماليشيا على قيد الحياة وكل يوم نحن نسمع المنطقة قبل أسبوعين حراروها الليلة قضينا على 17 تاتشر في تلك المنطقة X يا ابني X دي مش قلتو حرارتوها X دي مش انتهينا منها ما شين جدا تاني 17 تاتشر اجابو مش نو في X دي الحاجات دا عدم الاتساق اللي بيخلي الناس تشوك فيك ما تتك فيك الحاجة التانية ها انه هل في محاسبة في قيش دا هل في مبدأ اسمه محاسبة نحن دلوقتي في زمن مضطرب اضطراب شديد جدا في حالة حرب ومحاورة السيطرة على البلد دي ولسه نسمع بقصص الخيانة والبيع على أفا ما يشير الليلة بس نشوف قصص سنة سمحتها من المشاطة واثقة فيهم أنا اندي فيهم ثقة لأنهم هم دعمين لهذا الجيش ولأنهم ناس بيحاولوا يجيبوا معلومات سليمة ومفحصة مثلا واحد من النقبة من النقبة الدعم السريع تم القبض عليه والكلام دا جابه صاحب الغناء الاسم الزول ما عرف اسمه منه والله أنا آسفة يعني لكن قناة الزول هو أول من تكلم عن الموضوع دا وبعدين جعل عليه بسيوني اللي هو الناشط المعروف أستاذ بسيوني معروف إنه داعم للجيش بصورة مطلقة وموقفه ما تغير من بداية الحرام فالشخص زي دا عنده اتساق دا الاتساق اللي بتكلم عنه عنده اتساق فبالتالي بالتالي لما يقول حاجة بتكون حاجة ممكن يعني الناس تثق في كلامه الشخص ريضانات الزول دا أنا ما عندي معاه خبرة ما عارفة I don't know هو توجه شنو الكلام هل سليم ولا ما سليم ولكن تانا ما بسيوني علغ عليه وأنا بأخذ كلامنا طيب والحق يقال الزولد جاب فيديو فيه شخص اسماه إنه نقيب في الدعم السريع ما حدد لنا منطقة وين وهذا النقيب في الدعم السريع بيتم استجوابه ببعض أفراد من الجيش القصة كالآتي قبضوا هذا النقيب بعد على حسب يعني بعد المخابرة جاتوا ما شو قبضوه جابوا وبيستجوا وفيه ومصورين من قصدي تم أو تمت محاولة رشوة هؤلاء الناس ودي الناس درجاء يعني رتبهم صغيرة دي الناس في الأرض دي الناس في الأرض ودي الهم بالمناسبة أهم الناس في القصدي ودي الناس اللي فعلا طالعين بشرف وطالعين بالنزاهة نحنا بتكلم فيها دي وناس شاعلين روحهم في يدهم وحايمين صايطين بلد دي حايمين من طالعين وزكرة وزكرة اسماء ما عز أذكر اسماء ولكن أنا بس عاوز أن الناس تلاحظ لأن قصة زي دي حصلت وما رح دي طيب هذا النقيب بعد 24 ساعة تم يطلق صراح بعدما سلموا للقيادة وزول ذا في السجن وكل حاج ما فيه يستمر نقيب دعم سريع تم القبض عليه نتيجة مخابرة وجابه والناس اللي قبضوه ذا رفضوا وليهم التحية بالمناسبة رفضوا رشوة ورفضوا خيانة الأمانة وساقوا الشخص ودوه للقيادة القيادة فقته طيب أنا يعني عشان ما أكون يعني أدي رأيي الشخصي في القصة دي عاوز الناس بس القصة دي تحليلة تحليل سليم نحن كمواطنين سودانيين قاعدين فقط حين خاشمنا راجين الجيش دي ينتصر وينسيطر لين على البلد دي وينشوف شغلته تانية غير الحريب شغلت تانية البلد دي تتبني كيف الناس دي تعكل من وين الناس دي تتسألت كيف قاعدين حارسين القصة دي تحصل وأمور زي دي بتحصل من قيادات في جيش وين المحاسبة نحن عاوزين بقى القصة الأخرى اللي تطلع علينا تانية في اليومين دي إنه قبضوا على هذا القائد واللي معاون إنه وخطتهم في السجن وهم دي الوقت في انتظار الإعدام دي نحن عاوزين نسمع بالمناسبة لأنه خلاص اشتابنا القصة دي بقت متعبة جدا والأمور زي دي هي سبب استمرار هذه الحرب حتى الآن هذا هو سبب ما في سبب ثاني الخيانات دي والاختراقات دي وعدم الأمانة وعدم الليناء هو ده سبب إنه الجيش ده في الوضع اللي هو فيه ده طيب القصة التانية ودي دي طبعا يعني صراحتا أنا راسي انفجع من ودي ذكرة ناشط آخر دائم للجيش جدا وطالع بيتكلم ومعرض نفسه لكل أنواع المضايقات اللي بتعرض لها ولها النشاطاء اللي هو الأستاج وحيد بيومي له التحية وده برضو أنا عندي فيه ثقة لأنه زول صادق وما رداح ولا كواريك ولا ما في كلام زي براحة كده وكلام منطقي وكلام صدق وهو بيتحدث معنا يخاطب بالشعب السوداني ويخاطب هذا الجيش عشان مصلحة هذا البلد ده الكلام انت بتحسو لما تسمع حصل له شنو واحد بيومي غايب عني لكن أرجع وشوف القصة دي أو الفيديو ده في الصفحة بتاعة الأستاذ وحيد بيومي جايين راجعين اتضح انه في رائد في الجيش السوداني وهو ذكر اسمه بالمناسبة موجود عايش في بيض لما نتواصل معاه وجابوا الأوراق السبوتية وده بيتنا وبتاع وهنا وكل حاجة أثبتت ودي بالمناسبة حكاة الأوراق السبوتية دي مشكلة هتكون إثبات حقك في البيت دي هتكون مشكلة لأنه طالبوه بها طالبوهم بالمناسبة قال لهم جيبوا لين الورقة اللي بتثبت إنه ده بيت كم وكان في خلط خلط كده تاني برضو وضحوه يعني أوراقهم سليمة ما كل الناس عندهم الحكاية دي حتكون الناس اطلعوا ديل ماشوا هربوا من الويلات الحرب ديل ما حين يقدروا كلهم لأنه الورقة تقطع وتشرط وتحرق ومشلوا شخصيا حصل لنا كده نحن بيتنا اندخلوا فيه ديل شرطوا أي ورقة أي ورقة والجوا في البيت تشرطت وتحرقت والبيت بتاعنا أسعد الوقت في حالة لا يرسى لها وما حين ده طريقة نسبت نسبت شنو أي وي جابوا الإثباتات بيجت جصة بتاعت انه هذا الرائد قال ليهم أنا لما جيت قاعدت في البيت ده صنت والصيانة كلفتني ستة مليار ونص تدفعوا ليه ستة مليار ونص دي حشان أطلع لكم من البيت شفت الكلام ذا كيش قالوا ليه ونحن ما قلنا ليك صينا البيت نحن ما طلبنا صيانة البيت ولا بتاعنا نحن ما دارين ندفع القرش دي تطلعنا من البيت لأن البيت ده حقنا يعني ونحن لارين نستعمل ودارين نجي فيه رفق اترفعت القصة اترفعت القصة لفوق قائد ما بعرف مين وقائد مين ما في إنصاف ما في زول جاء طلع أمر قال للرائد أطلع من البيت ما في القصة دي ما علق الحد السادي فتعليقي اللي حقوله هنا إنه إذا كان انت يا جش السوداني واحدة من القضايا المهمة جدا اللي بتحارب فيها أو بتحارب من أجلها هي إخراج هؤلاء الجنجويت من بيوت المواطني لأنه ده من أكبر الانتهاكات اللي ممكن تحصل لبني آدم إنه انت تجي طل يعني من بيتي بقوة المندوقية وتقعد في بيتي ودلوقت هذا الرائد ها اللي هو ضابط الجيش السوداني لسه ضابط اكتف تغال مش متقاعد ولا ما في اكتف جاءت في البيت وأبا يطلع إلا يطلع الفرق بينك وبين هذا التصرف وتصرفات الماليشي أنا عاوز أزور في الجيش يرد عليها السؤال دا ما هو الفرق يعني إحنا دلوقتي هنطلع من ويلات ويلات الماليشيا وانتهاكة لبيوتنا وحرماتها ودخولهم دو نطلع من الحتة دي عشان نطهر في إنه ضابط الجيش قاعدين في البيوت وما دا نطلع إلا أنه تفعلين قروش يا خسارة يا خسارة يبقى ما في اتساق ما فيش محاسبة كل التصرفات لا تدل على إنه أنت مصدر لثقة هذا الشعب نحن عاوزين هذا الجيش يعمل الحكاية محتاجين إنه الجيش يعمل الحكاية دي لكن هل نحن بنقدر نسق في هذا الجيش في هذا الشكل دا السؤال اللي أنا عاوزة الناس تقعد تفكر فيه ما يكون كلام أعمى سايقا الجيش لا نتكلم في جيش نتكلم في جيش لأنه دي تصرفات هي المواد البلد دي في ستين دهيا وهي اللي مؤدية لأنه هذه الحرب لسه مستمرة الحرب دي لسه مستمرة لأنه في هذا النوع من التصرفات والسلوكيات وما عارف محاسبة أنا أثق فيك لما ألقاك بتحاسب في الناس أنا أثق فيك لما ألقى إنه عندك اتساق إبقى إبقى إنك تبيد هؤلاء البشر وتنهي هذه الحرب نحن 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 نعلم إنه حكاية هذه الحقيقة طيب مفروض يكون في شفافية تطلع تقول والله حصلت فينا في المنطقة الفلانية في النمر الفلانية ونحن تعاملنا معاه بكذا وكذا وكذا مفروض يكون في اتساق في تصرفاتك مفروض يكون في دعم لحقوق المواطنين أنا ما بدخل في معركة مع أو في معركة قضائية مع ضابط في الجيش على بيته ده كلام فاضي ده كلام فاضي أوكي ودي الوقتي نحن منتظرين النقيب اللي هربوه ده مين مسؤول عن ذلك وماذا حدث لهم إذا ما حصلت لهم أي حاجة يبقى نحن بنحفر في البحر بنحفر في البحر ده يبقى دي مسألة الثقة هنا هل أنت يا جيش بسألة أهلي لهذه الثقة وهل العلاقة البين دي علاقة صحية ها هل أنت فعلا بتعمل لمصلحة هذا الوطن ولا في مصالح تانية ما غبش الجصة ها وبقول لأي زول فاكر أنه حيغتني من وراء هذه الحرب ده الغرض بتاعه يعني ها اتذكر النقيب النقيب محمد صديق عليه رحمة الله ضحة باشنو والتاريخ حيتذكر حيتذكر باشنو وانت التاريخ حيتذكرك باشنو اتذكروا الحكاية دي بالمناسبة اتذكروا الكلام ده يعني اتذكروا انه التاريخ حيتذكركم كيف دي بقى حاجة مهمة انت ده اسمك ده لما يذكر يذكر معاه الخائن المرتشي الأميل ولا الشهيد الصادق الأمين وطني ابن هذه البلد زي ما يذكر النقيب محمد صديق دايرياته اقعد مع نفسك واختحر لان الجروش الورق هي في الحقيقية الجروش السبعانية قيماتها شنو يا عبشر هي شنو قيماتها نحن استعط عندنا القيم المهمة ها انه نحن نمسك بلدنا دي تتمسك دي القيمة نحن دايرينا جروش جروش بالنسبة الاحترام انت تحترمنا ها لما نتورينا انه انت واجف معانا انه نحن كمواطنين سودانيين وانه دا كبلد كبلدنا انت ساعي لهذا الأمر وليس لأمر في نفسك دا احترام الأمان الله يجيب الأمان الأمان الله يجيبه ها لحد دي الوقت المناطق اللي فيها الجيش غد تكون أكثر أمانا من المغاطق اللي فيها العدو دي منديكم ليه فيبقى الثقة الأمان والاحترام الله ينصر هذا الجيش والله يعدي الحاله ها واعرف انه الزمن دا ما في شي بالدسة ما في شي بالدسة الزمن دا ما في شي بالدسة أجبت تفكيرك جوة راصل من هنا هنعرف أعملوا الحاجة الصح للزمن وللتاريخ ولهذا البلد الأمين شكرا لكم والرحمة والمغفرة للنقيب محمد صديق ترجمة نانسي قنقر